البعض بيقول ان شرب المية الساعة بتلج خطر طبعا خطر جدا جدا وخصوصا لما بكون راجع من درجة حرارة عالية ودي تجايز فيه طفلة من كم سنة كده تعرضت لان هي كانت جايب من جو حر جدا وشربت مية ساعة فحصل سادن ديس او وفاة مفاجئة لان دي بتبقى خطر على عضلة الالب وخطر على كهربة القلب نفسها فطبعا ننصح ان احنا منقين لابد تكون المية فاسية نعماش الشوك ده ده طبعا خطر على صحة القلب هذا التصرف دكتور تأثير تفاعة درجات الحرارة على معدل سيولة الدم هل هو بيؤدي الى لقدر الله سيولة زايدة فممكن يحصل نزيف لهذا الشخص ولا جلطات لا طبعا هو بص حضرتك تعال نشوف الموضوع ازاي احنا نزلنا في الحر بيحصل عرق زيادة فطبعا ده بيؤدي الى الجفاب طبعا الكلام ده كله بيؤدي الى حدوث جلطات هنا برضو بنوصي الجماعة خصوصا اللي هما بياخدوا ادوية وخصوصا من درات البول ده ادوية السيولة دي قصة تانية ان انا باخدها ومش كل الناس بتاخد ادوية السيولة ممكن مرضى اللي عاملين عمليات قلب مفتوح استبدال صمامات او مشاكل في الشارعين التاجية ليهم ادوية معينة عشان خاطر الحفاظ على سيولة الدم برضو هنا برضو احنا نسينا نتكلم في حاجة مهمة جدا التدخين نفسه سواء كان تدخين ايجابي او سلبي ده مشكلة كبيرة جدا وجايزة احنا عندنا 31 مايو كان اليوم العالمي لمكافحة التدخين فالتدخين ده خطر على القلب خطر على صحة حتى السيدة الحامل على صحة الجنين قد ينتج عنه نعم احنا عارفين انه صعب قوي انه ست حامل تدخن او حتى تبقى عادة في مكان فيه تدخين صعب انها تدخن لكن الاصعب ان جوزها قاعد جنبها يدخن ودي بنشوفها دلوقتي حضرتك في المجتمع انه لقوا ان التدخين ده حضرتك خطر كبير جدا جدا على انه ممكن يحدث ان تشوهات الجنين انه لقى الطفل بقلب فيه عب خلقي في القلب مش بس كده ده هم واجدوا حتى ان استخدام الموبايل نفسه للمرأة الحامل على فكرة بيؤدي الى ميلاد طفل بقلب برضو بيه عب خلقي فاذا الحاجات دي كلها الوجبات الغذائية الغير سليمة لا بدك ايضا اوسط منظمة الصحة العالمية ان احنا لازم نمشي كل يوم 30 دقيقة 30 دي ادية لها تأثير مهم جدا جدا على صحة الانسان على نفسيته على ضغط دمه على تنظيم الكوليستوريت بتاعه وانه يصل للمعدلات المعقولة كل الحاجات دي مجتمعة مهمة جدا جدا مع الغذاء السليم مع الحفاظ على الوزن خصوصا المرضى اللي بيعانوا من السمنة دي وكلها مجتمعة بتؤدي فعلا الى الوصول لصحة افضل وقلب سليم ان شاء الله طيب وحضرتك بتتكلم عن الأطعمة والأغذية ايه من وجهة نظر حضرتك الأطعمة المفروض نكتر منها في فصل الصيف احنا اولا مفروض نرجع برضه لأيام الزمن الجميل كده ان احنا اتجهنا دلوقتي الوجبات السريعة يعني الديليفري والحاجات اللي فيها كوليسترول زيادة دي خطر كبير جدا جدا على صحة الانسان لابد ان احنا نهتم بالخضروات نهتم بالفواكه لو عبينا نعمل عصير يبقى ياريت نبعد عن العصير اللي هي اللي فيها مواد حفظة نرجع للحاجات الفريش كويس كل دي لها يعني مرضود ايجابي على صحة الانسان